إن البعض وهو بيسمعنا كابتن شوبير ونتيجة إن إحنا بنتكلم في موضوع الأخطاء ده هقول لك الله طب ما أنت عندك لعبة كوكا طب ما أنت عندك أخطاء تانية وهنا ده برضو مهم عشان وإحنا بنتكلم إحنا بنتكلم ده منطق عامل إزاي يا جماعة أنا بقول أمور كلها يحكمها المنطق إذا كان المتلقي أيا كان انتماؤه ونصق إنه هو غير أهلاوي في الحالة دي بيقارن بعض الأخطاء اللي بتحصل في أي دور في العالم بنتفرج على بريمير ليج بنتفرج على الليجة بنتفرج على الكالتشو بنشوف أخطاء تحكمية ولكن أنا بقارن إيه بإيه لو أنت بتقارن اللعبة بتاعة كوكا اللي فيه حكم أسباني طلع قال إن اللعبة مفهاش راكل الجزاء واللي فيه حكم سوري اللي هو جمال الشريف طلع على مفهاش راكل الجزاء واللي فيه حكم سويسري طلع على مفهاش راكل الجزاء واللي فيه حكم إماراتي طلع على مفهاش راكل الجزاء فبقارن معيار الخطأ الفني النسبي بأمر يتعلق بإخفاء خطوط ثم يتقال إخفاء أه طبعا ما هو ده إخفاء طب هي حضرتك بتصف أن مخرج المباراة يطالب بأنه هو يؤدي دوره ويقول فين الخطوط فحد يقول أن اللعبة مش محتاجة خطوط لعبة مش محتاجة خطوط إيه ده كابتن عصام عبد الفتاح اللي احنا بنختلف معاه كل الفترة دي قال اللعبة 75% تسلل وإحنا طول الوقت بنختلف معاه قال اللعبة 75% تسلل يبقى أي عقل يقول أن اللعبة دي مش محتاجة تحطي له خطوط وأن دي لعبة سهلة وأصلا فيه بروتوكول في حالات التسلل مش نسبي مش بتاع الحكم أنا حط خطوط ولا ما حطش خطوط ومش بمزاجي فلما يجي قارن لعبة زي دي فيها خطأ فني في قصة كوكا وفيه فيها أراء مختلفة أقارنها بلعبة تتعلق بحد بيسمع بروح يشوف الفار ويفسر قانون وياخد قرار عكسي وقارنها بخطوط ما بتتعرتش وقول ده وده لا ده أنا شاف بقى كابتن شوبير نرجع كده ونناشد وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم اللي بتعمل الدوري؟ لا ده هي اللي بتعمل المنطق هي اللي بتحط مادة المنطق المنطق اتلقى في السنوية؟ لا احنا نخليه مادة أساسية يضع مادة أساسية عشان ما يبقاش فيه إنسان بالغ راشد عقل يطلع بعد كل ده يقار اللعبة فيها خطأ فني منشوفه أقول لي عايزنا أوجه ندالي وزارة التربية والتعليم نحط مادة المنطق هاتي يا عم انت الكاميرا عشان يبقى هو ايه هو المسؤول كلم وزارة التربية والتعليم هاتي الكاميرا على فارس ناشد وزارة التربية والتعليم بأن تضع مادة علم المنطق كمادة أساسية من التعليم الابتدائي والفصول المتدرجة في التعليم على مدار مراحل التعليم كله عشان ما يخرجش شخص بالغ راشد عقل يجي يقارل لعبة كوكا اللي فيها اختلاف أراء محلية التحكيم بخطوط فار ما بتتحطش على الشاشة ويه بحكم بيروح يفسر القانون بشكل وياخد قرار عكسي أعتقد كلنا متفقين على ده أصلاكش أحب المنطق ولا الفلسفة والعلم النفس لا وحتى لو ذكروا منطق ولا الكيميا ولا الفيزيو لا وحتى لو ذكروا منطق يا كابتن والله هيتطلعوا يقولوا نفس الكلام هي الفكرة كلها ان احنا محتاجين بجد ننسب حمامك القديم طيب